أعزائي طلبة وطلبات دبلوم المدارس السلامة والزرعية أهلا ومرحبا بكم يسعدني أن أقدم لكم موضوعا من هم موضعات مادة الكيمياء وهذا الموضوع بعنوان العناصر المعدنية وتحضير عينة من الجل طبعا إحنا السنة دي بنتعرف على جزئين مهمين جدا زي ما قلنا قبل كده اللي هو الجزء الخاص بالكيميا الحاوي وده اللي هندرس فيه العناصر المعدنية وجزء آخر هو عبارة عن المنتجات الكيميائية وتحتوي على ثلاث أجزاء اللي هي العطور والصابون السائل وبعض مستحضرات التجميل طيب يا ترى النهاردة هنتعرف على العناصر المعدنية أولا هل هذه العناصر المعدنية كبرى تعتبر من ضمن العناصر الكبرى ولا تعتبر من ضمن العناصر الصغرى أولا العناصر المعدنية جزء منها تبع العناصر الكبرى يعني بيحتاجها بربع عليك الإنسان بكمية كبيرة وغيابها يؤدي إلى ظهور الأمراض طيب والجزء الآخر من نفس العناصر هو عبارة عن العناصر المعدنية الصغرى يعني بيحتاجها جسم الإنسان بكمية قليلة جدا ولكن غيابها يؤدي إلى ظهور أمراض خطيرة جدا عشان كده بقولك المادة الكرباهيدراتية عناصر كبرى البروتين كبرى الدهون كبرى الفيتامينات عناصر صغرى لاخدنا الحلقة السابقة ولكن العناصر المعدنية منها عناصر كبرى وعناصر صغرى طب تعالك كده نشوف الشاشة بتاعتنا هتقول لنا ايه بالنسبة للعناصر المعدنية طبعا النهاردة ان شاء الله زي ما قلت ان احنا هنحضر عينة آمنة وبكفاءة عالية من الجل طيب نشوف كده العناصر المعدنية فيه عناصر كبرى زي ما قلت زي ايه مثل الكالسيوم الكولوريد الماغنيسيوم الفوسفور البوتاسيوم الكابريت الصوديوم دي عبارة عن عناصر كبرى يعني ايه عناصر كبرى تاني اقولك هي عبارة عن عناصر بيحتاجها الانسان بكمية كبيرة طيب ما خدش الكمية اللي بيتناسب جسمه بتؤدي الى او بيزعر عليها اعراض بعض الامرات طيب كل عنصر من هذه العناصر ليه وظيفة فعلى سبيل المثال للحص عنصر السوديوم بيخش فيه الضغط الاسموزي وموازنة الضغط داخل جسم الانسان عنصر الكالسيوم بيدخل فيه تركيب العظام مع عنصر الفوسفور يعني اذا هذه العناصر لها اهمية كبيرة جدا في جسم الانسان ورغم اننا بستخدمها بكميات بكميات بسيطة حتى لو هذه العناصر من ضمن المركبات الكبرى طيب زي ما شفنا المركبات الكبرى برضو بنتعرف على العناصر المعدنية الصغرى العناصر المعدنية الصغرى أبار عن الكوبلت النحاس الكوروميوم اليود ده بيدخل في تركيب الغدى الدرقية من ضمن الغدى ده مهمة جدا الحديد بيدخل في تركيب هيمجلوبين الدم اللي هو بيعايش الانسان اللي هو بيعتبر الوقود الحيوي للانسان الحديد عناصر من العناصر الصغرى يعني منحتاجها بنسبة قليلة جدا ولكن غيابها يؤدي إلى فقد في مادة الهيلوجلوبين وضعف هيلوجلوبين الدم المنجنيز الموليبيدنيوم النيكل السيلينيوم الزنك يبقى أنا قدرت كده بمنطقة البساطة النهاردة في الجزء الخاص بالكيميا الحيوي أعرف حاجتين حاجة اسمها العناصر المعدنية أو الأملاح المعدنية الكبرى وأيضا العناصر المعدنية الصغرى ودايما بفكرك بقولك الكبرى بحتاجها بنسبة كبيرة والصغرى بحتاجها بنسبة صغيرة ولكن غياب لتنين أو أحد لتنين يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الخاصة بالأمراض الخطيرة طيب زي ما خدنا الجزء الحيوي أيضا بنتعرف برضو النهاردة على مشروع مهم جدا وهو المشروع بتاع النهاردة الأولاد البنين الزكور بيستخدموا أكتر من البنات مشروع النهاردة بمنتعة البساطة عبارة عن صناعة عينة من الجل ودايما أقولك مشروعك صغير كبير صغير مش ياخد منك حاجة لا وقت ولا فلوس ولا مجهود ولا تعب ولا شقاء ولكن هيدر عليك ربح كويس وأعتقد أن الأهم من الربح هو صحتك لأنك أنت هتحضر عينة آمنة صحيا وفي نفس الوقت أنا متأكد إن شاء الله أنك هتحضرها بكفاء لأن احنا في الامتحان بتاع آخر السنة قبل ما هندخلك امتحان النظري لازم نمتحنك في العملي ونخليك تحضر أحد مستحضرات التجميل في المعمل قبل النظر إن شاء الله طب تعالوا نشوف كده ممكن الجل ده نعرف فيه إيه آه أنا بديك اختيار وإنت حر أنا عندي صورتين ممكن يبقى شعرك بالشكل الجميل ده بالشكل المنصق ده بالشكل اللامع ده بالشكل الكسيف أو إنك أنت تبقى حاجة من الستة حاجات دول طب يا طرق الفرق الفرق كبير طبعا أنت لما تيجي تختار أنا لو هختار هختار اليمين طيب يا طرى إمتى أقدر يكون شعري زي العنصين العليمين دول أو الصورتين العليمين دول لما أحضر عينة من الجل بطريقة آمنة طب إمتى أبقى حالة من الحالات دي لو أنا شاريت عينة من الجل كبيرة شكلها حلو رخيصة من الشارع من واحد ما عنده ضمير من واحد بيغش رش دجاري من واحد عايز يكسب فيها بأي طريقة ممكن أوصل إلى صورة من الست صور دول جميلة طيب تعالى بقى نشوف الجل يا ترى إيه هي الخامات المستخدمة وأنا هزبط لك الوقتي إن احنا بنستخدم خامات طبيعية وليس الكميائية أول حاجة 25 جرام بيكتين البيكتين مادة غزائية موجود بكسرة فيه التفاح وموجود بكسرة فيه التين البيكتين تمام مادة غزائية يه كمان 20 جرام حمد ستريك إيه حمد الستريك ده اللي هو ملح اللامون برافو عليك إنت افتكرت معايا حمد الستريك اللي هو ملح الليمون اللي احنا بنحطه أثناء عمليات تصنيع المربع ولو ملقناش حمد ستريك عندنا في المعمل بنضيف 3 لمونات 3 لمونات من عصورهم على المربع ده اسمه حمد الستريك مادة غزائية المية تمام المادة الحفظة مادة غزائية اللون طبيعي ومناسب كل ده مادة غزائية يعني اذا انا بحضر الجل من مواد كلها غزائية طب هل في خامات اخرى ممكن استخدمها في صناعة الجل تعالا كده نشوف مع بعض ايه الخامات التانية اللي انا باستخدمها في صناعة الايه في صناعة الجل اه تعالا كده معايا بمنطقة البساطة خمسين ملي مية ده اللي انا هشتغله النهاردة بقى العمل بتاع النهاردة خمسين ملي مية نصف جرام كربابول مادة غزائية طيب يا ترى وظيفتها ايه بتغزي فروة الرأس عشان انت بقى الفرق بينك وبين الشخص اللي قد في الشارع انت عارف اللي بتضيفه وبتضيفه ليه حاجة كمان ربع جرام تايلوز طيب وظيفته ايه بيغزي فتلة الشعر طيب الحاجة الرابعة مادة التراي ايثانول امين دي وظيفتها اللي هي بتخلي بقى الشعر بياخد الشكل السابت اللي هي بتنشف الشعر بتخلي الشعر ياخد ستايل معين وياخد تماسك معين بيانك تستخدم بديل للجل اللي هي عبارة عن البريانتين او ممكن تستخدم زيت الشعر طيب هرجع بك كده تاني للشاشة عشان اشوف الخامات ايه اقولنا خمسين ملي ميا نصف جرام كربابول ربع جرام تايلوز تراي اثانول امين لون وريحة هونتا بتسأل نسأل جميل جدا انت عملت اقول خمسين ملي قلت حجم سابت نصف جرام وز ربع جرام جيت على تراي سانول امين ما قلتش ارقام جيت على اللون ما قلتش ارقام جيت على الرياح ما قلتش ارقام اقولك انا بقى دي احنا اتفقنا مبدئيا اللون والريح على حسب رغبة المستهلك يعني وانت بتحضر في المعمل لو حسيت ان الريحة قليلة زود حسيت ان اللون قليل زود على حسب رغبة المستهلك لما انت تعمل عبوة لنفسك انت هتظبط اللون والريحة اللي انت عايزه طيب التراي اثانول امين في الخمسين ملي مية بنضيف من خمس الى عشر نقط من التراي اثانول امين يبقى كل ما كمية المية زادت كل ما عدد نقط التراي الثانول امين بتبقى زيادة طب عايز اقولك على حاجة تانية في منتعة الاهمية بقى وانت بتحضر الجل خلي بالك من التراي الثانول امين لانه ده اخر مركب بنضيفه طب ليه برافع ليه ادي انت اقول انك انت لما بتضيف التراي الثانول الامين بيخلي المركب بيتماسك بيخلي اللزوجة تقل بيخلي المادة تتحول من الحالة السائلة الى الحالة المتجمدة نوعا المتماسكة نوعا زيادة اللزوجة دي لو اللزوجة زادة واصبح المركب اللي عندي اصبح عامل زي العجينة كده هيبقى صعب جدا انك انت تضيف لون او تضيف ريحة وتعمل لها امتزاج بالنسبة عالية فدايما بقولك خلي بالك في صناعة الجيل او في تحضير الجيل انت دايما بتضيف مادة التراي ثانول امين اخر مركب فيه خلال عملية التصنيع طيب تعال نشوف بقى شفت انت اول ما شفت الشاشة البيضة دي افتكر انا هعرض عليك الخمات تاني الخل والمية النشادر كحول وعايزين برضو اختار انا يا تارا النهاردة هستخدم ايه لون اه لازم الون الجل ريحة اه لازم احط ريحة بعد كده فيه السلفونيك اسد وهيدروكسير بوتاسشي مش مستخدم الكلام ده كله خالص الزيوت الجلسرين اه ترايقص بالتايلوز والكربابول اه هستخدمهم اه كمان هستخدم النهاردة الترايق ثانو الامين استخدمت الحلقة اللي فاتت الشابة واستخدمت الجلسرين ومية الورد وقبل كده في الحلقات السابقة استخدمت العطور واستخدمت الكحول الاسيلي طبعا انا عايزك النهاردة معايا كده بمنتهى البساطة تختار الحاجات والخامات التي تدخل في تصنيع الجل اول جزء ترايقص اللي هو الكربابول تاني جزء التايلوز تالت حاجة الترايقص الامين اول ما المقتر بعد كده الترايقص الامين ثم الالوان او الملونات وبعد كده الرائحة يبقى الشاشة اللي قدامك الجميلة دي اخترت لك الخامات اللي ممكن تستخدمها في تصنيع عينة من الجل نقص لك حاجة واحدة وتبقى انت مية مية في صناعة الجل اللي هي الطريقة بقى الالية الميكانيكية طريقة تصنيع الجل يا تارا بعمل ايه وانا بصنع الجل اول خطو لازم احطها في اعتباري يا تارا انا هحضر النهاردة بالخامات ايه والكميات اديه اولا خمسين ملي ماية طيب نص جرام كربابول طيب ربع جرام طيب يا انا ربي نص جرام وربع جرام تراي اسانول امين قلنا من خمس الى عشر نقط لون وريح طيب بص كده بقى نعيز اقول لك على معلومة مهمة جدا الجل ده الجل ده 90% منه مية الراجل اللي في الشارع هيبيع لك مية وياريت هيبيع لك مية وبس لا ده هيستبدل هيستبدل التراي اثانول امين وهيستبدل الكربابول وهيستبدل التايلوز اللي هي المواد الغير مضرة بخامات بديلة رخيصة عشان يبقى لك ارخص لكن دي بتبقى غالية لان تمانها بيبقى صحتك زي ما قلنا ودايما هقول لك الجملة دي في جميع الحلقات ان شاء الله عشان افكرك بها طيب ارجع كده عشان اشوف انا بعمل ايه وبعمل ازيه اولا بجيب الكربابول بضيفه في المية بيديني محلول الكربابول بضيف عليه التايلوز وقلب وبعدين بضيف اللون والريحة وبعدين اخر مرحلة بضيفه التراي خلي بالك بضيفه التراي ايه 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 امين جميل جدا طب تعالا بقى نرجع للبنش كده عشان نشوف يا ترى ايه بقى الخامات دي وشكلها عامل ازاي وتعامل معها ازاي واصنع عينة امينة وفي نفس الوقت انا عايزك تبقى كفاقتك عالية يعني ما تحضرش المنتج بنسبة تسعة وتسعين ونص في المية يبقى انت برضو في عندك خلل في المنتج اللي عندك انا دايما عايزك تحضر منتج سريع بسرعة وفي نفس الوقت كفاقة عالية وفي نفس الوقت بطريقة امينة ايه امينة صحبا طيب لما اجا شوف كده انا ممكن استخدم ايه اولا بستخدم اول مركبين لو كبرناهم كده ها المركب الاول اللي هو عبارة عن التايلوز ربع جرام المركب التاني كاربابول نص جرام كمية دي نص الكمية دي يبقى التايلوز والكاربابول طيب باوزن بايه بالميزان الحساس الرقم الديجيتال اللي احنا اتعرفنا عليه المرة او الحلقة اللي فات اخد دول كده على جانب كده واحد يقول لي طيب فكرني كده الفرق بين استخدام التايلوز والكاربابول قلتلك الكاربابول بيغزي فروة الشعر والطايلوز بيغزي فتلة الشعر اللي هي الشعر نفسه واحد للفروة بتاع الجلد بتاع الرأس بتاع فروة الشعر دي والتاني للشعر نفسه طيب يا تارى هل اللي وقف الشارع لو انت سألته هذا السؤال يجاوب اكيد مش هيجاوب هو عنده كميات بيضيفها وعنده منتجات بيجيبها وبيصنع بأي طريقة مفيش عنده اي قسس علمية وده الفرق بينك وبينزميلك طيب الحاجة التانية بنجيب الماء المقطر جميل دي عبارة عن الماء ماشي بعد كده بنجيب ايه تاني بنجيب الالوان المواد الملونات بقى الالوان طيب دي عبارة عن تلاتة الوان كده ماشي جميل اوي احطهم على جنب كده حلو اوي عمليها سهلة جدا بعد كده عندي الرائح لانا استخدمه عندي مادة الطريق سانول امين عندي الكأس اللي انا هحضر فيه وفي قلبي منه المقلب المعداني قال يا سيدي القصة من الالف الى الياء المصنع فيه طالب يقولك ايه ومعلم يقولك انا عايز مكان كبير وعايز معمل وعايز ماء بالعكس انت مش عايز حاجة كتير اوي عايز مساحة صغيرة دي عبارة عن مجيش تلاتين سانتي لقى يا سيد انا بقولك لو انت عندك مكان في اي مكان ان شاء الله يكون في البيت متر في مترين ممكن تفتح فيه مصنع وممكن تعمل منه مشروع تقدر تعيش به في حياة كريمة يبقى انا عندي تاني كده لو رجعنا تاني للبنش عشان استعرض معك الحاجات الجميلة تاني عندي تايلوز عندي الكربابول عندي الماء المقطر عندي الالوان عندي الرايحة عندي الطريق سنقول امين عندي الكأس الزجاجي اللي انا هحضر فيه عينة من الايه من الجل طيب دايما انا وانا شغال دايما بخلي القراءة نحيتي خلاش نحيتك انت لان انا اللي بصنع طيب اخلي القراءة انا بقول انا هاخد خمسين ملي ماي وبعدين اول حاجة الخمسين ملي ابدأ احط كده الخمسين ملي بالطريقة دي مش احط الخمسين ملي كلهم انا كده تقريبا يعني اربعين ملي كده يعني انا لو لفيت الكاس كده هتلاقي سطح المية لو قربت هتلاقي سطح المية على رقم اربعين بالزبط يبقى انا لسه ليه عشرة ملي من المية كلام جميل جدا بعد كده هجيب مادة طايلوز اللي هي ربع جرام يبتبقى اعمل زي البوضة كده بالشكل ده وبعدين هعمل ها تمام هقلب كده كويس بجيب مادة الكربابول مفتتها كده شوية جوه الابوة دي بندة كربابول خلاصا الكمية دي اللي مش عايزها ولا دي ولا دي خلاص برجحها مكانها تاني كده عشان ازبط لك العرض شوية كده ماشي بعد كده بعمل عملية تقليل بالشكل ده طبعا هو الكربابول بيقعد فترة شوية اولا لانه حجمه كبير نص جرام مش رابع ثانيا لانه معدل الزوابان قليل عشان كده بقى انا ممكن او بمنتهى البساطة اعمل عملية التسخين او استخدم استخدم مقلب كهرابي لو كان عندي عبوة ايه او عينة كبيرة او لو كان المنتج اللي انا هحضره بنسبة ايه بنسبة كبيرة بقلب كده كل ما بقلب لو قدرت اشوف المقلب كده من الداخل يبقى دا دليل على ان المحلول اللي عندي اصبح محلول حقيقي ومعدل الزوابان عندي اصبح مرتفع باخد اي حاجة على الجدار الخارجي للزجاج كده بالشكل ده جدار الداخلي وببدأ اضحن المادة لو فيها كتل او متكتلة كده بالشكل ده وببدأ اعمل عملية تقليب وكل ما قلبت الشفافية هتزيد عندي لان الاول بمحلول غروي بيبقى فيه دقائق كده بينه وبعد كده بيتحول لمحلول ايه حقيقي مع اتمام عملية الايه عملية الزوابان جميل اوي دايما انا وانا شغال بحب اراجع لك هنا انا حطيت ثلاث حاجات مية مقطرة حطيت الكربابول حطيت الطايلوس طيب ايه اللي نقص هنا الطريق سانول امين بحزارك وبقول لك ايه وعد دي في الطريق سانول امين النهاردة لسه شوية طيب ام الاعمل ايه اكمل بقى ااخد التديق كده ناحيتي كده بالشكل ده وكمل لحد الارتفاع خمسين كده كملت الارتفاع خمسين انا مش عايز المية دي خلاص كده برجحها مكانها وبعدين اعود عملية التقليب تاني ممكن استخدم مقلب معدني بالشكل ده او ممكن استخدم مقلب معدني او ممكن مقلب خشبي او مقلب من البلاستيك زي ما استخدمت الحلقة اللي فاتت في تصنيع عينة من مزير رائحة العرب نشوف بقى الجيل اللي معنا النهاردة هو بدأ اللون يفتح وبدأ ان انا شوف اللي هو اللي هو المقلب بقى من الداخل بصورة واضحة كده بقلب زي ما قلتلك برضو وشوفنا يمكن الحلقة السابقة والحلقة دي ان اهنا عملية التقليب بتبقى كثيرة شوية وتبقى شقة اكتر عملية واكتر عملية بتاخد وقت بتستغرق وقت هي عملية الايه عملية التقليب بتشكل طيب جميل جدا بابدأ اخد اللون اللي انا ممكن استخدمه وزي ما ضيفنا اللون بالطريقة بتاعة تحضير عينة من مزيد ريحة العرق برضو في الجل باخدها بنفس الطريقة باخدها على الحفة كده بالشكل ده بضيف انا كمية كده ورجع لي تاني خلاص انا هشوف بس هقلب واشوف اللون لو عجبني ماشي مش عجبني وشايفه خفيف بقى زود كمية اهو تمام انا والله اضيفت الكمية ديت حسيت ان اللون ده ريحني خلاص حسيت ان انا محتاج هضيف كمية اخرى فيش مشكلة عادي جدا بابدأ افتح العبوة تاني بالشكل ده كده بضيف كمية تاني بالشكل ده اقلب كمان مرة عشان عملية الامتزاج بقى اه بقى هنا اللون غامق شوية اه اللون ده ريحني كده او ريحك بالشكل ده خلاص وبرضه عملية التقليب دي دايما التقليب عايز اقولك على حاجة مهمة جدا التقليب في الكيمية بيتم في اتجاه واحد يعني ماقلبش كده واروح رجع تاني كده لا اقلب في اتجاه ايه واحد حتى لو التقليب في اتجاه اين مش هيدرني دايما اتعاول على حاجة واحدة في الكيمية ويبقى نظام واحد ويبقى ليها مبدأ مبدأ هنا ما بيتجزقش يعني ماقلبش في اتجاه واحد وفي الحلقة اللي بعدها ابدأ التقليب في اتجاه اتجاه واحد بالشكل ده خلاص طبعا ورح ان كل العملية اكتر وقت بضيعه فيها لعمية التقليب زي ما قلتلك قبل كده وزي ما اتفانى مع بعض عشان تبقى انت فاهم انت بتعملي بعد كده بقيل الريحة وبقيل الترايق سنقول ايه الترايق سنقول امين انهار كده على جنب كده شوية تمام ودول انا مش عايزهم تاني خلاص بيرجعوا مكانهم الشكل الجميل ده مرتب وهاخد بقى انت كرجل كيميائي شايف دي زي دي يا ترا مين في دول ريحة ومين في دول ترايق سنقول امين ويمكن الشكل قريب من بعض شوية وانا تعمدت ان انا اجيب الحجم واحد عشان ما ما ينسى عن تاني الحاج انت راجل بتشتغل في الكيميا تشتغل في المعمل على طول بتعتمد على تلات حاجات اول حاجة تجربة تاني حاجة مشاهدة تالت حاجة استنتاج مش تخمين ما تخمنش ما تقولش دي اه كده ودي كذا ما تروحش على طول للمزاق ما تروحش الدوق العينة لان ممكن يبقى فيها مادة كاوي ما تحطش جزء على ايدك وتلمس لان دي ممكن تكون مادة كاوي لكن اعتمد على حسة الابصار النظر شوف شوف كده اللزوجة شوف القوام شوف اللون ومن خلال قدر حكم طيب لو انا مسكت العينة دي كده وهزتها كده لقيها بتهتز بسهولة جدا يعني اللزوجة بتاعتها قليلة ولونها يميل للون الاصفر الشفاف طيب همسك العينة دي كده وهز هلاقي معدل اللزوجة اعلى دي اللزوجتها اعلى من دي فعلى طول انا عارف ان الاستر بيدوف في الميا يبقى ده عبارة عن الرائحة لكن الترايق سنقول امين لان اني قلتلك في اول حلقة ان الترايق سنقول امين هو اللي هيعمل التكتل وهيخلي المادة تمسك في بعضها وهتميل انها تكون مادة عجينية مش مادة سائلة وهتحول من الصورة السائلة للصورة الصالبة اذا هو لازم تبقى لزوجته ايه عالية يبقى انت لازم تشغل مخك يعني ايه تشغل مخك يعني تفرق بمنتهى البساطة وانت راجل النهاردة في معمى الكيميا يعني فاهم الاسس بتاعت الشغل بتاعتك السؤال اللي انا بسأله هل الشخص اللي واقف برا على العربية في الشارع هيعرف كل الكلام ده اكيد لا طيب نرجع مع بعض اتاني كده انا هضيف بقى هخلي بقى ترتيب كده هضيف جزء من الرائحة عشان قدي للجل ريحة معينة دايما بضيف من ثلاثة الى خمس نقط واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس جميل اوي عايزي تاني اطلاقا ارجع ارجع للبنش تاني على طول عشان البنش بتاعي يبقى مهم جدا ان المعلم اللي واقف عليك في الامتحان هيشوف انت شغال بالترتيب ولا لا انت شغال بنظام ولا لا انت البنش بتاعك نضيف ولا لا كل ده هتاخد عليه درجات وكل خطوة من خطوات شغلك هتاخد عليها درجة وانا متأكد ان شاء الله انك هتحصل على درجة نهية بإذن الله طيب تعال بقى كده نشوف ادام ضفت برافو عليك انت قلتلي انا كنت هنس انت فكرتني ادام ضفت قلب والغاية الوقتي المقلب باين لان المحلول اللي عندي محلول رائق محلول شفاف ما فيوش اي مشكلة حلو جدا لغاية كده فيش اي مشاكل بقلب برضو والتقليب ده برضو جزء من جزء من الكربابول جزء من جزء من اللون جزء من الرياحة كل ده بيدوب وهنا المادة المذيبة اللي بتزغر في عمية الزبان هي الماء العادي بتاعنا ده او الماء المقد جميل جدا طيب انا قلتلك في بداية الحلقة قلتلك لما تيجي تضيف التراقص انه الامين ضيفه في الاخر اهو موجود عندي وهضيفه فعلا في الاخر طيب ضيف ادي لو انت فاكر قلتلك على الخمسين ميلي دايما تضيف من خمس الى عشر نقاط بس عايزك كل نقطتين تتوقف شوية وتعمل عملية الايه التقليب طيب نبدأ كده ناخد تراقص هنقول الامين دي المادة بقى اللي هي هتدي القوام بتاع الجل اللي كلنا عارفين هابدأ هدي في النقطة الاولى هدي واحد وهي لازجة النقطة باين عليها لازجة من زي الماء اتنين عاملة زي الجلسرين لكن هو اقل في اللزجة شوية من الجلسرين قدي نقطتين كده بقى في التاني وبعدين بابدأ اعمل عملية التقليب هنا بقى بقلب تقليب بسرعة شديد بعمل عملية تقليب الشديدة كده بسرعة طبعا هو الجل في اثناء التصنيع بيحتاج يعني درجة حرارة عالية شوية فممكن هو عملية التجمد دي بتاخد فترة شوية او ممكن هسيوه في مكان دافي عملية التجمد هتزيد قدي نقطتين وعملت عملية التقليب اخد كمان نقطتين وكل نقطتين بعديهم ابدأ اعمل عملية ايه تقليب هذه النقطة الاولية هذه النقطة التانية يبقى كده اتنين واثنين يبقى اربعة يبقى انا كده اخدت اربعة نقطة يبقى انا فاهم بعمل ايه وفاهم انا شغال ازاي ودي المعلومة اللي بقولها لك دايما افكرك بيها لازم يبقى فيه فرق بينك وبين الشخص اللي واقف بره في الشارع العربية الشخص اللي هو بيغش غش تجاري الشخص اللي هو بيكسب فيك وبيبعلك اجر خيصة وفي نفس الوقت غالية لان تمنها بتبقى صح طيب ببدأ اقلب تاني كده وكل ما قلبت طبعا كل ما بتبقى فيه لزوجة اكتر والنقطة بتبقى النقطة المعلقة دي شايف النقطة بتعلق وبعدين بتنزل اهي هوريها لك تاني طبعا نضيفت اربع نقطة اللي إسه ممكن نضيف لحد عشر نقط طبعا كل ما ضيفت الطريق سنول امين كل ما جمل عشان كده دايما بقول لك ضيف الطريق سنول امين اخر حاجة عشان تبقى انت واسق ان التجانس هيبقى مية مية والمحتوية هتبقى العبوة كلها حتى انا هضيف نقطة كمان او نقطتين تاني وهبدأ اعمل عملية تقليم عشان ما جمدش مني واستهلك كمية من الترائي سنول امين ايه اكتر هادي النقطة الاولى هادي النقطة التانية ماشا بقى كده النقطتين بالشكل ده كده بقى كده ضيفت اتنين اربعة ها برافو عليك يحسب دايما وانت شغال لانك انت ممكن تعمل مصنع بعد كده ان شاء الله وربنا يفتع عليك ويبارك لك ولازم تحسب بقى في المصنع الكبير ده اي كمية زيادة هتبقى وقف عليك بالخسارة بكده نكون قدرنا نحضر عينة امينة من الجل وبهذا القدر نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله متمنين لكم جميعا النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة